حين ترى البراءة تتحدث وترى جمهور شب يزيد لا يترك زاوية إلا وهو يتمعن في باقة من الأغاني التي قدمها يزيد بمناسبة نهاية العطة الرابعية برياض الفتح والشيء المميز فيها قيمة النصائح والإرشادات التربوية التي قدمها لصالح الطفلة والله في كل مرة نتلقى مع البراعم هادو نشوف بللي كين برنامج تليفزيوني يستقطب قاع هادة الطاقات هادة الأولياء اللي يجيبوا ولادهم حتى من داخل الوطن وكامل نقول بللي شوروك تيفي سبقها في برنامج الأطفال وحسة عمو يزيد ووصلت للناس نقول لهم بللي رايح نزورهم في كل مكان إن شاء الله ربي وفقنا برك جينا باش نشوفوا عمو يزيد جيبنا ولادنا باش نجون فرحوا ونومر هالطخة العطاة تعنا أبو عمو يزيد إن شاء الله تقول لهم يقعد بخير عمو يزيد هو قدوة تربية للأطفال يقدم بزف النصائح تفيد الأطفال في تربيتهم في أوعيتهم في المستقبل إن شاء الله هذا الشيخ هو الذي يتسلل هنا حتى هو كان له نصيب في رؤية عمو يزيد وسماع أغانيه حتى ولو كانت للأطفال فصوت يزيد لم يغادر مساميعنا بل هو راسخ في أذهان الأطفال الصغار الذين أوتي بهم عشقهم من مختلف الولايات حب الدراسة والاجتهاد وحسن الخلق وغيرها من النصائح التربوية كانت وتبقى هي مساعش بيزيد لخلقها في نفوس البراءة التي تبقى نظراتها وصوتها عطية الأمل في إنشاء جيل متكهن